اهلا بحضراتكم اهلا بجمهور التفاؤل والامل اهلا بجمهور العطاء والكرم اهلا بجمهور اهل الامارات على قناة الفجيرة مطلع الشمس اهلا بجمهور الخليج العربي بل والوطن العربي كله اهلا بكم في هذا البرنامج الاسبوعي ابشر بالخير في رسالة في هذا البرنامج معناها ان تعيش دائما وانت تستبشر بالخير مهما زادت حولك الالام والبلاءات فان الله معك يسمع ويرى حبة الكرام يسعدنا ان نتواصل معكم في هذا البرنامج الذي يعنى بتأويل الرؤى من منظور شرعي ونفسي واجتماعي بالارقام وعبر الارقام التظهر على الشاشة 0-9-22-2-2-3-4-5 ومن خارج الدولة 0-0-7-1-9-2-2-2-2-3-4-5 او عبر رسائل فيسبوك ونسعد بهذا التواصل وصل عدد الحلقة اللي فات قرابة 70 الف ما شاء الله متابعين على فيسبوك ورسائل كثيرة ويعذرون العدم الرد فيسبوك صفحة رسمية باسم الاعلامي الدكتور أشرف العسال كذلك صفحة الفجيرة تيفي بنجاوب عن الأسئلة اللي موجودة هنا وهنا طبعا إذا أسعفنا الوقت وإن شاء الله بننتظر الخير يمكن ربنا يكرمنا بحلقة معاكو تانية في الأسبوع حسب إن شاء الله الظروف اللي جاية كمان عبر رسائل اليوتيوب على القناة الرسمية باسم تفسير الأحلام مع الدكتور أشرف العسال حبة الكرام مع قبس ونور من أنوار قصة سيدنا يوسف عليه السلام نحس براحة كده لما نبدأ الحلقة بمشهد نتعلم ربنا بيقول لقد كان في يوسف وإخواته آياته للسائلين من ضمن الآيات والمواعذ الجميلة في قصة يوسف موقف زوج زليخة اللي هو العزيز لما ما كانش عنده غيرة من عرف أن امراته في هذا الموقف المخزي ومع ذلك ما كانش أي موقف يعني قوي أو عقاب شديد ده بيعلمنا إيه؟ أن أنت كزوج ما ينفعش تبقى غيور قوي قوي ولا ينفع تبقى ما عندكش غيرة خالص ما ينفعش لازم تكون وسط في كل شيء فالمرأة أو الزوجة تحب الراجل اللي بيغار عليها بس الغيرة المعتدلة الغيرة اللي من غير شك الغيرة اللي من غير محط مش عارف جهاز فين عشان اتصنت واسمع وشو وكاميرات ليه ده كلام ده كل فيش داعي منه الغيرة اللي فيها ثقة هي الغيرة اللي بتحبها المرأة والزوجة وتحس أن ليها راجل بيحبها وليها زوج بيخاف عليها هي ده الغيرة المطلوبة أما غيرة الشكوك والتخوين لا توصل معها للطلاق مع الأسف وعدم الغيرة المرأة بقى تحب رجل غيور بغيرة معتدلة غيرة حلوة غيرة تخليها تحس أن هي الأنثة الوحيدة في العالم وأجمل امرأة في عينك وكمان المرأة تحب ما تحبش الرجل اللي بيفقد الغيرة لا ده مطلوب ولا ده مطلوب لأنه إذا فقط الغيرة أحست الزوجة أن لا قيمة لها وإن يعني يعني أنت رجل الرجال ما قالش ربنا الذكور قوامونا على النساء قال الرجال قوامونا على النساء فمن قصة يوسف نتعلم خلي عندك غيرة ولكن غيرتك تكون غيرة الحب غيرة الاحتواء غيرة أنك تحسسها أني مش شايف في الدنيا غيرك وعايز أحفظ عليك وعايز أحطك في عناية هي دي الغيرة لتخلي زوجتك تحبك وتتعلق بيك حبة الكرام بعد هذا المشهد من قصة سيدنا يوسف والعبرة الاجتماعية اللي خدناها تعالوا ناخد استقبال اتصالات جمهورنا اللي مستنين من قبل الحلقة بيقولولنا جوف كنترول يعني على الخط من بدري أختنا أمل من الجزائر سلام عليكم أخت أمل سلام عليكم كيفك أستاذ؟ أهلا بأهل الجزائر الناس طيبين المتابعين اللي نفخر بمتابعيتهم الله يحفظك يا سلام الله يحفظك إن شاء الله أستاذ تصلت أنا الأسبوع الماضي لكن ما تكلمت عن الحلم تاعي باختسار أيوة أمل قالوا لي أنه لا يمكن تكلم باختسار لازم تتكلم بوضوح لهذا سوف أعيدهم تفضلي أمل تفضلي لو أني يعني ما بحبس الرد على حلم جاوبناه قبل كده لكن بحاول إن شاء الله تفضلي شكرا أستاذ حرمت أنني كنت في مدينة غير مدينة دي نعم وأنني كنت متزوجة نعم وأنجبت طفلا صبيا يعني كان كتير جميل كويس وأنت عزبائي أمل أنا عزبائي كويس ماشي وبعدها قصت أمي وأم اللوجي تطبخاني للعيش الخبز آه كانت خبزتين يعني تطبخان فأنا وكنت أمام الموقد خبزة يعني كتبخة من الجهة السفلية فأخذتها وأقلبتها لكي تطبخة من الجهة الثانية يعني خبت الخبز وألبتها وألبتها لكي يتم طهية أوكي جميل بعدها نهدت وأخذت سيارة أجرة أيها لما أوصلني السائق وقال له كم حقك آه قال لي أربعون دينار أعطيته آه قطع نقدية من فئة عشرون دينار ومفتاحين كويس كل مفتاح عشر دينارين دينارين علما يا أستاذ أنني قلت لك أنني عزباء وهذا الزوج الذي كنت متزوج به في الحلم هذا الشخص يعني ذمينتي قابلتني به وعندك مشاكل بينك وبينه دلوقت نعم يا أستاذ أنت قلت لي الحلم ده فكروا من حلقة أو حلقتين وأنا جاوبت عليك قلت لك إيه بقى يعمل في إجابة الحلم عشان أنا ما أحبش عيد أنا لم أقول لك أنني كنت للخبز العيش والمجدد حيث أتكلم عنهم شوف يعمل باختصار أه لم أتكلم عن التفاصيل طيب أنا طبعا خلاص كده خلاص صح آه خلاص هقول لك تفصيله وأقول لك معناه أكتر طالما قلت في تفاصيل أكتر إن شاء الله بس خليك قدام الشاشة عشان نسمع باقلة صلاة شكرا أمل شكرا الله يحفظك شكرا أمل معنا أختنا نسرين من تونس أهلا بأهل تونس شكرا دكتور السلام عليكم وعليكم السلام أهلا بتونس الغلية وأهلها مرحب نسرين شكرا دكتور شكرا جزيلا الله يسلم مطبق أريد تفسير منام اتفضلي يا نسرين شكرا في الحلم قال لزوجي رأسي أينما يمشي هو يمشي معي عندما توجهت إلى غرفة النعم اقتربت من النافذة وأدليت برأسي فسقطت راب من رأسي وطار الخطاف من النافذة شو طائر الخطاف بس لو تعربيلي شوية شو هو الطائر ده لأن أنا طائر الخطاف اللي هو الصقر أو النسر يعني لا لا ليس الصقر أو النسر شو بيعمل شو شكله بيخطف اللي هو الحداية نقول عليه بالمصر الحدقة باللغة العربية الحدقة أظن السنونة الذي يقال أنه طائر المبارك من الكعبة آه طائر الخطاف طائر المبارك اللي هو طير اللي بتطير فوق الكعبة دي تقصودي لوله أسود أوكي وقال لك زوجك أنه بيطير فوق راسك وبعد كده بعد كده عندما اقتربت من النافذة قدلت برأسي فسقطت وراب ثم طارق الطائر من النافذة آه أنت كان عندك تعب معين الفترة الفاتت وشفيتي منه آه نعم كان عندك تعب آه أو لا باختصار صداع كتير وألام في الرأس وخفيتي آه ليست آلين في الرأس آه كان تعب في الجسم يعني أنا نازلت أدرس مرحل دكتورة يعني أتعبتني قليلا هذه آه 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 إن شاء الله تعالى تعدي منها بإذن الله تعالى نجحت أو لسه آه يعني سبعين في المية إن شاء الله إن شاء الله تعدي تجيب المية في المية بإذن الله خليك معنا نسرين هجوبك بعد باقلة صلاة الأخداء من الجمهور شكرا نسرين هلا وغلبة لتونس شكرا نسرين من تونس معنا أختنا سارة ننتقل من غرب الكرة الأرضية إلى شرقها ومعنا سارة من الشارقة مرحبا أخت سارة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام بأهل الشارقة سيد الكريم أنا فترة كنت أعرف حالي فيها حامد كنت أشوف سمر فبح وحيتام والناس عادي وأنا أصحاها أكيا بالمنام نحيت من يومين شفت أنا وزاجي في المنام مرشين بالرحلة في دان جبال أوكي بعدها وقفنا شخص لابس عبايا يعني برد كيف كانوا قبل زمان يعيشوا في الصحراء أنني أشاه في البرد سجع وقفنا رجل وقف على زوجي أنا مرشي من زوجي لأني حامل سكر مهند علي الكنترول بعد أيوكم ميلي سار فبقول له سيدنا علي وعطاه وعطاه بإبان إيديه بنت صغيرة لابس أبيض في أبيض أطلعت في زوجي فبقول له سيدنا علي أنني أطلعت في زوجي ما شفته ما ليوش وجبة في ملامع يعني أنت تتكلم مثل شخص بغياط كرم الله واجب لسف زوجي لسف زوجي وعطاني البنت لما اطلعت في زوجي لقيت زوجي كيب لقيت إيش لقيت وجه زوجي كيبتي وعن يعطينا البنت بإيديه حلو لأني أنا أصري فترة بقول لأنا حامل البنت لأني بعدني حامل أول أشهر حاليا أول حملة ليكي أول لأني حامل عندي يوسف ما شاء الله الله يبارك في يوسف يا رب إسلام يعني فأنا اللي هيك بصراحة حاضر أعرف شو معنات حالة آآ يعني أنت بتتمني ترزق ببنتي مع يوسف ولا شو يعني آآ عشان من أنه سارة ويوسف ويكون عنده أختي يعني وانت في الشارع كام يا أخت سارة أنا بعدني في أول الثالث نعم نعم أبشر يا سارة في الرؤية واضحة جدا يا سارة أبشري بالخير بإذن الله يتعالي هأبشرك بس بعد ما أخذ بالاتصالات أوكي صالح بإذن الله شكرا سارة من الشاركة ما شاء الله عليك شكرا نور معنا الأخت نور ولا الأخ نور الأستاذ نور من أبو ظبي بنت الأخت نور من أبو ظبي لأنه يحتمل لتنين نور السلام عليكم والسلام عليكم عليكم السلام يا أخت نور أهل المساعدة نتفاعل بيك أهل المساعدة بيك وفيك بارك ربنا يتقبل يا رب آمين دكتور عندي حلمين كتير صغار أول حلم آمه غريبة شوي حلمت أن أنا كنت جوعا باس باس ورايت حاكم لبنان السابق ماشي كان بقى قرآن ماشي وكني نتبادل أنه إياه نظرات الإعجاب ماشي ما شاء جالغندي طلب مني أقرأ صورة من القرآن ماشي قرأتها كاملة كاملة فأنا فرحت هو فرح طيب واضح ماشي هذا الحلم الأول حلم الثاني حلمت هنا عجبني فسطان لونه أحمر أصير شوية كان كتير ناعمه بس حبيته أنا كتير فجيت أدفع أنا حقه للفسطان طليقي دفع حقه بس كان متدايق هو بكتر حقه بس أنا شفت لما دفع حقه كان كتير مبلغ بسيط كان 35 فأنا قلت لأ كتير يعني أليل على الفسطان أنا لشريته من أسباب طلاق منه بخله كان بخيل كان كريم كان كريم كان كويس بس المور التانية ما كانت مظبوطة ما كانش مظبوط في ناحية الخلق والتدين كده لأنه فسطان أصير بس هو كان طيب وناعم وكريم زي ما أنت بتقول ناحية المور النادية كان كويس هلأ أنا منطلق أهل عندك أولاد منه يا نور نعم ولدي معصلك معاك في النفقة ولا ماشي الحال لسه أنا بدي أطالب بالحقوقي في المحكمة أنا خايفة شوية بس عشان هيك لا أنت إبداعي بالحسنة كده إن شاء الله لما تروح التوجيه الأسري يعملوا الموضوع باتفاق فإن لم يتطفق ولم يعطي الحقوق فخلاص ما عندك إش حل بقى غير يعني تلجأي إلى القضاء فهنا سألها اللي تأثر الأمور إن شاء الله هفصل لك الرؤية وقول لك المعنى إيه اللي عايز يوصلك من خلال هذا المنام بس بعد باقي اللي تصلاة في حلم تبع الباص أستاذ أو الباص لتنين أعفصرهم لك إن شاء الله لسه عاشي نور من أبو ظهبي شكراً نور شكراً نور معنا مين مختنا موسيف من رأس الخيمة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة أجمل حاجة في البرنامج ده لانتقال من إمارة لإمارة عاشة الإمارات ما شاء الله ما شاء الله وموسيف تفضل تختاملك يا شيخ أنا عندي حلمية بس أحسري ما ببخار تفضل تفضل يا شيخ أنا أحلمتك أني أستحم الحمام وكان الحمام كله يعني بخار وكان يعني كتم عليك الحمام وطلعت حسيت بكتمة نفس من البخار كتمة من البخار هي وطلعت شوي برة تنفس ورجعت كملت الحمام أنت مضايقين عليك في البيت في التزامك في تديونك كده في حد مضايق خنك في الحياة شوية لا لا أمورك أوكي في شوي مشاكل ولا أنت بتخلقي مشاكل لنفسك من أدفل أسباب لا لا في مشاكل زواج وطلاق وكلام زي ده هي هي آه واضح واضح ربنا هي دي ماشي الحلم الثاني مسيف الحلم الثاني يا شيخة أحلمت كأن أم ضليجي آه وضعت كندورة على الأرض وضعت إيش؟ كندورة آه كي وأنا وياها شوف المكان وتشوف الكندورة والكندورة كانت فيها شجان تمزقها يا الله هو وجه تحت واحد عند المخبأ والتمزق صاني تحت تتطلقتي طلقتين صح؟ لا مش أنا ولدها لا أنا بسألك أنت اتطلقتي طلقتين لا لا طلق جوزة واحدة بس طيب جوزة اتنين هو واحدة تاني غيرك ها لا سنتين هو مطلق مطلق مرتين كندورة طبعا ابنها شقين آه تفسرت طيب بعدين وبعدين قاتلي تبعني أنا أخيط الكندورة يأي قالونك اي تبعني أنا أخيط الكندورة تخيطيها أيوة أنا ما أعرف أجلت الخاطرية أنا ما أعرف أخيط بعدين قاتلي روحي يعني قاتلي بهذه الطريقة أخيط الكندورة أعطيتك حماية جديدة قديمة هي برة هي برة وشدت البرة عندها وخطت الكندورة وفعلا نجحت الخياطة وقلت لها ترى أنا أخطها بس لازم يبعها متينة عشان ما تبطل خياطة مرة ثانية هيرجعوكي بس هتحط شروط كلامي صح يمكن ما هو الكندورة بنها مشاقين في الكندورة واحدة الطلاق الأول واحدة اللي تجاوزها التاني بس مش مستريح وهم هيشوفوك الفترة الجاية على فكرة الأبيض ما يبينش أبيض غير لما يتحط الأسود جنبه فهم هيشوفوا قيمتك بعد ما جربوا غيرك ها؟ هو جاب لي مواخذ با دكتورة حرمة طلقها سبحان الله ها هو لسا بقولك أنا ما أعرفش بس الرموز المنام بتبين فهيطلب منك تخيط الكندورة يعنيه تصلح اللي فات ترجعيه تاني بس انت هتقولها أخيط بس لازم أزبط كذا هتحط شروط وحقك اللي يعرف امتك يقبل شروطك بس هفصر لك أكتر بعد هنسمع الباقي لتصلاة يا يا أخت المسيف شكرا المسيف من رأس الخيمة ما شاء الله رأس الخيمة موجودين برضو معنا أخونا عبدالله من رأس الخيمة السلام عليكم مرحبا دكتور عليكم الله يطول عمرك كيف حالك ما شاء الله عليكم ما شاء الله الله يسلم دكتور الله يسلمك أنا حلمت أني في طيارة وطيارة اللي أنا موجود فيها تقريبا كانت درجة أولى ودرجة رجال العمال بس كانت واسعة يعني من داخل جميل وكان صاحبي كان يالس على اليسار يعني في نفس الدرجة اللي أنا كنت فيها وكنا بعدنا في المطار يعني بعدنا ماطرنا فأنا قلت دامنا أني بعدنا في المطار يعني بعدنا الطيارة ما طارت قلت بقوم بتكلم بتسولف مع صاحبي يعني اللي قالت يساري أوكي فأول ما قمت طليت من النافذة يعني أنا قمت من الكرسي مالي وطلعت من النافذة شفت أننا في الجو وكأنه لم يكن في مرحلة إقلع أو شيء يعني كان بسيط مدريشة وكأننا في السماء طائرين وشفت أن الأرض التي تحت يعني أنا يوم أشوف من النافذة أشوف أن الأرض التي تحت خضرة يعني كان عشب أخضر يعني أخضر لتعرف اللون الأخضر الذي فيه حياة أيها جميل وبس هذا اللي صحيح أنت بتشتغل في عمل إعلامي أو حاجة زي كده لا لا أنا أدري الصخار جدا بس لما هترجع نويت يعني تشتغل في حاجة تتعلق فيها شهرة اسمك هيتعرف أو في الوقت الحاضر لا ما في أي شيء أبه من هالقبيل بس أنت صوتك على فكرة إذاعة جدا خدها من أخوك الإعلامي يعني أنت لو استخدموك في الإذاعة صوتك ما شاء الله يطلع منه مزيع ومقدم برامج رائع مش مجاملة والله يا عبد الله لأننا عندنا ما في وجود في الفجارة يمكن يخدم مش كده أهم سمعين حاضر يا عبد الله فصلك الرؤية لأنها معناها جميل جدا جدا إن شاء الله شكرا أهلا وسهلا ننتقل من الإمارات إلى السعودية معنا صديق البرنامج اللي بقى لي أكتر من شهر ما سمعتوش أخونا علوي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله حصلت خط الحمد لله اليوم أخيرا بعد تعب سمحني والله والله ضغط غزبا عنه أقول في سموك واليوتيوب مساكين عملييني تابعوني وألاف الأحلام وصلة فالله مستعين إن شاء الله خير إن شاء الله خير بأمي المتوفي من سنة أيها إنه جاء عندها هو وزوجته أوكي وطلب منها تعطيه ثوب وغترة فجابته للثوب وجابته لغترة مكوية وأخذها وخرج وترك عندها زوجته وولده كان مترك ولد صغير على أنه ولده مع أنه ما كان عنده أولاد من زوجته أوكي ولد صغير عمر الشهور كده يمكن أيها وراح خرج بس هذه الرؤية الأولى هم الرؤية الثانية هم محتاجين ماديين شوية جماعة دول عمك دول هو توفى بس في حياته كان أيها ظروفهم المادية تعبانة حاليا أيها ظروفه تعبانة بس إنه يعني هو متوفي من سنة أيها بعرف عياله عياله وزوجته ظروفهم تعبانة صح أتوقع كده كم كمي يا علوة الحلم الثاني الحلم الثاني حلمت أمي إنها عندها سيارة بيضة سيارة صغيرة بيضة إنها هي بتسوقها وكأنها كده وقفتها يعني ما وقفتها بشكل صحيح ما عرفت توقفها يعني آه أوكي جنبها على جنب فبعد ما نزلت طلبت من أخوي كبير أن يجنب السيارة إن خافتي سيارة تسلمها إنها واقفة على الطريق وقالت له يروح يجنبها وجنبها وانتهى الحلم الوالدة شوية بعض الأراء أحيانا بتعمل نوع من الاختلاف في البيت معاكم أو مع زوجاتكم أو عيالكم فيه اختلاف وجات النظر في التربية في الأسلوب في ال بيحصل ما فيش في بالي بس ممكن يكون لكن أخوك الكبير بالنسبة لها الجالي العزيز كلنا هي كلنا عندها ما بتفرق بينكم بس اللي بتميل إن رأيه صح مين وتتكى عليه هي في الحاجات الخاصة أخوك الكبير واضح من رؤية شكرا ماشي الحلم الثالث الحلم الثالث لزوجة يا دكتور بتحلم أنه فيه الصرصور بيطاردها وبتحاول تشرد منه بتحاول تدعسه عشان دكتله وما يموت فكانها شافت بسة يعني قطة ورمتها للصرصور عشان الطرصور يموت والبسة اللي تفتت لها وقربشتها بس زوجتك واضح من المنام ده باختصار هفصره أنه محتاجة ترك نفسها بالقرآن واضح جدا تجاركة شرعية بس أقول لك ليه بعد ما أخذ بقلة صلاة يا علم شكرا جزيلا هلو غلب علم السعودية شكرا حبة الكرام بعد الأحلام الجميلة اللي سمعناها والرؤى هنزب الآن إلى فاصل ثم نواصل فانتظرون أنا بحضراتكم رجالي لكم الجديد كانت معنا رؤية الأمل من الجزائر بتقول أنا رأيت نفسي في مدينة غير المدينة اللي عايشة فيها وشفت كأني متزوجة أوكي وفي صبي وبعدين أمي وأم الزوج تقريبا بتطبخوا بيطبخوا خبز وهي بتقول أنا فضلت أقلب الخبز من ناحيتين عشان يستوي من ناحية من ناحية بعدين ركبت سيارة أجرة 40 دينار طلبهم أنا أعطيتهم مفتاحين كل مفتاح عشرة وعشرة هذه رؤية تبايني أمل أولا بشرب الزواج إذا كنت عزباء ده واضح جدا لأن الخبز رزق والرزق قد يكون مال زواج نجاح شفاء حسب ما يتمنى صاحب رؤي بس الرموز اللي بتدي بتباين في زواج نجاة متزوجة في المنام الطبخة أيضا للخبز يدل على مناسبة سعيدة أظن أنها زواج لكن مسألة أن أنت تعمل الخبز بنفسك واضح أنك من البنات اللي هيكون يعتمد عليك الراجل يبقى معاه زوجة بس كأنها بمئة راجل ها ما هو فيه كده فيه زوج كأن الزوجة بمئة راجل وفيه زوج يعيش مع واحدة ست ما تسويش دفره واحدة ست اسمحول يعني نايمة ليه النهار سايبة الخدمة اللي تعمل السواء يودي الدنيا والخدمة تطبخ والخدمة تستقبل أبو العيال ويهي اللي تسلم عليه ويطالع طب لما يتجاوز الخدمة بقى ما تسعليش وتيجي تشتكي بعد كده وتقول لنا مشاكل أسري أنت حر ما هو لازم يكون لك دور في الحياة هو دورك أن أنت تنامي الصبح تصحي العصر ولا المغرب هي دي حياة فربنا هي دي فأنت ما شاء الله يا أمل ستكون متعاونة مع هذا الزوج بإذن الله المفتاحين ربما إن جاب طفلين في بداية حدكم الزوجية والله أهلا وأعلم نسرين من تونس الحلمة بتاع نسرين بتقول كأن زوجها بيقول لها طقر الخطاف فوق رأسك وبعدين حاولت تتحرك رأسها فسقط طراب وطار بعد كده ربما هذا الطراب الذي سقط هو الهم والمشاكل التعب اللي انت تعبانة فيه في الدكتوراه وإن شاء الله من 70% لمائة في المائة بإذن الله تتحقق رؤياك بالخير بإذن الله تعال صارة من الشارقة بتقول صارة في المنام أني بشوف سمك وبعدين كان طلع رحلة مع زوجي وهي في الرحلة سبحان الله كأنها رأت سيدنا علي يعطي رضي الله عنه وكرم الله وجه كأنه بيعطي زوجها بنت والبنت دي زوجها التفت وأعطاها البنت وهو يبكي البكاء في المنام يا اختصار فرح وسرور في الحقيقة كويس وأما إعطاء البنت فيدلوا على رزق يأتيكم وربما هذا الرزق البنت اللي انت بتتمنيها الراجل والأم اللي بتتمنى بنت فعلا ربنا بكرمهم بالخير والرزق والله البنات في البيت خير وبركة والولاد خير وبركة بس مجيش مراتك عشان جابت لك بنت تقلي بالدنيا وتقول لها انا اتجوز عليك واخد غيرك انت خلفت كلها بنات ده مفيش اسعد من ابو البنات والله ان رسول الله كان يحب ابنته فاطمة حبا لا يوصف يا راجل ده هو نايم في فراش الموت قال لها تعالي وشاور لها كده وتميل عليه ستنا فاطمة فقال لها كلمة فابتسمت محد السامع من لعدين شوية وشاور لها نزل التاني وطت كده تسمع منه وهو مريض مرض الموت قال لها كلمة فبكت فلما توفي يا رسول الله قال لها يا فاطمة اللي النبي كنت ضحكتي وبعدين بكيتي فاخر لحظات في عمره كان بيقولك قالت اخبرني ابي في اول مرة لما ابتسمت اني ساكون اول من يلحق به من اهل بيتي وآل بيتي هموت بعدي اول وحدة وما كملتش اربع ست شهور وماتت فعلا بعد رسول الله والتحقت بالرفيق الاعلى ان شاء الله في الفردوس الاعلى مع ابيها صلى الله عليه وسلم طب بتبكي ليه قالت بكيته لاني علمت ان اجل ابي قد اقترب صلواته ربي وسلامه عليه فالبنات بركة نور من ابو ظبي بتقول الحلم الاول ركبة باص وكأن يعني حاكم لبنان بيقول بيقر قرآن بعدين ارتي كمان معاه والصوت اعجبني هذا يدل يا نور على انك انت اذا اردت اني هتحقق لك امل معين في الحياة او خير يأتيك عليك بقراءة القرآن اقسم بالله في هذه الحلقة ما من مرة كنا في ازمة او نطلب من الله طلب الا ولجأنا للقرآن بمسك القرآن انا اخوكم في الله اللي بكلمكم هو الغلبان الفقير الله اجربها ازمة معينة مالية نفسية اسرية ها جيب المصحف نمسك ما نكملش ربع ساعة نصف ساعة والله بيجي الفرج ربنا ده النبي قال من اراد خير الدنيا فعليه بالقرآن طب من اراد خير الاخرة فعليه بالقرآن طب من اراد خيرهما معا فعليه بالقرآن بس احنا بغفلة انا بنقعد ندور مين يساعدني مين يوقف جنبي اشوف لي وسطة طب هعمل ليه لو فنشوني طب يا عم امسك كتاب الله والله كله ايمشي انت معك ربنا وكلامه اقولك اكتر من كده جرب استغفر الله القرآن لا يجرب معه خدها بيقين اذا قرأت القرآن هتفرج همومك والله بس مجيش واحد الحلقة جاء وليه والله دكتور كان الواد عيان ومسكت الموصح فقط تقرأ والوقت فضل تعبان والسخونة درجة حرطو علي هيخف يا عم بس خليك عندك عقيدة وبرضو لازم توريد الدكتور مش انا بقولكش كده عشان نبدأ تسيبه درجة حرطو 40 ولا 45 وتقوله الدكتور قال لي لا افهم صح بارك الله فيه خد بالاسباب طيب يا نور حلم التاني يا نور فستان ناعم لكن قصير يعني خاطب او زوج ما كانش على مستوى من الالتزام مستر عليك وبعدين دفع حق الفستان وكان تمن وبسيط وكان زعلان يعني تمن الفستان بسيط ودفع وكان زعلان فواضح انه الفستان القصير كان طليقك اللي انت حكيتي عنه يعني ما كملتش الحيالة ما كانش فيه وفاق لانه الفستان الطويل المستحب في المنام زوج او خاطب ساتر وصحب دين واخلاق ووي 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 بس ما مش الحال فيبدو ان النفق اللي انت طلباها يعني يمكن يعني يبقى زعلان قوي ان صدر حكم بيها او اتفاق بمبلغ معين ورغم المبلغ معين ده يكون بسيط بالنسبة لدخله هدي معنى الرؤية وصلت طيب اموسيف من رأس الخيمة بتقول او الحلم تحلم انها تغتسل او تستحم وبعدين بخار كتم نفسها طلعت تتنفس ورجعت معناها يا اموسيف لو انت في ازمة الان بتمر بيها او سريع او نفسية او مادية هتتنفسي ان شاء الله او يعني تخرجي من الازمة دي تاني باذن الله لانه الاغتسال مستحب وخروج من الهم وخروج من الزنوب والمعاصر يقوله صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو واغسلني يا ربي بالماء والثلج من زنوبي بالماء والثلج والبرد فالاغتسال مستحب اما الرؤية التانية بتقول ام طليقي حطت كندورة نفسرطها طبعا حطت كندورة على الارض الكندورة ما اطوعا فيها شققين بتقول طلبت مني قالت لي خدي ابرة وخيطي الكندورة خدتها في ادية بتقول وحاولت خيطها بس قلت لها لازم نخيط بطريقة معينة عشان ما ترجعش تطقطها تاني الشقين اللي في الكندورة اول حاجة هي هو ابن حماتك القديمة اللي هو كان زوجك اللي طليخك يعني وانت قلت تتجوز واحدة تانية وطلقها انت كنت مطلقة وها مطلقة هما دول الشقين ويبدو انه هو اللي عايز شوية اصلاح هو اللي عايز يزبط امور في حياته وطباعه وتصرفاته مين اللي هيزبط انت هتكون السبب هيقولولك ارجعي وهتخط شروطك وحقك تخط شروطك هيعرفه امتك ان شاء الله يا ما ناس كده على فكرة عندنا حالات كتير مرت عليها كمستشار قسري كانوا يقولوله ايه هنجوزك احسن منها طلق يجبوا واحدة تانية تطلع عينيهم من جوة وبعد اسبوع متجوز يقولوا يا ده اللي فاتت دي ده كانت من الصحابة من كتر ما كانت كويسة ده دي طلعت عينينا يا الله ياريت نرجع لها كله سلف ودين ما نتبطرش على بنات الناس وارجو كل حما بتسمعني اتعاملي مع امراض ابنك انا بنتك دي مش عدوة دي مش جاها تخطفوا منك الله يكرمك يا امي لو تعاملت انها بنتك هتخطك على رأسها من فوق اما بلاشي الابر الانتبيوتك والمضاد الحاوي اللي بتعطى ده في الاسر وبيسبب مشاك تقولوا طلق ايجيب لك احسن منها احسن منها دي هتيجي تخلص القديم والجديد ربنا يا بركلك انا مش جاية على امهاتنا بس انا بتكلم من وقع تجارب وانت كمان لما تخش حياة زوجك خطي امه على رأسه لان اقرب طريق لقلب الرجل ارضاء امه مش معدته ارضاء امه عندنا عبدالله من رأس الخيمة طبعا الكنترول بيتحاكوا معايا وامتابعين ومركزين طيارة شاف عبدالله من راكب طيارة درجة اولى ما شاء الله صاحبه على شماله بيسلف معا المهم شاف ارض خضرة اخبار سعيدة ورقي في حياتك عبدالله انطلوع الى السماء في طيارة هدأ سموه وارتفاع مكانة علمية مكانة دينية الخضرة مستحبة عبدالله في المنام علوي من السعودية بيقول الحلم الاول بتاع امي شافت عمي المتوفي مع زوجته طلب صوبه غطرة وبعدين خدها وخرج زوجته فضلت موجودة وطرقه ولد الناس دي عندهم ازمة يا علوي عيلة عمك عندهم ازمة مادية اقفوا معاهم وحاولوا تطلعوا اي لبس صدقة على روح عمك وتروحوا تشوفوا الناس دي محتاجة ايه الاقربون اولى بالمعروف حلم التاني لامه برضو بيقول شافت نفسها رجبا صارة بيضة ما وقفتهاش صح فطلبت من ابنها الكبير اللي هو اخوه الكبير يوقفها صح فوقفها صح الامة احيانا اراها بتختلف مع اهل البيت لكن اخوك الكبير لما كان كبيرة في حياتها وهو بيزبط الامور برأي الام حلم التالت حلم زوجته بيقول ان شافت صرصور حولت تدعسه ما عرفتش طلعت قطة القطة فضلت تبصيلها هذه كوابيس وليست برؤية علو والذي زوجتك تحصى نفسها بالقرآن العظيم الكريم عليها بصورة البقرة والاذكار والوضوء والاستغفار وقيام الليل وربنا ان شاء الله يبعد عنها الحسد والعين وما شاكل ذلك حبة الكرام احلام كانت كتيرة فطبعا مضطرين نطلع الى فاصل ثم نواصل فانتظرون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتزهقوا حبة الكرام نستقبل اتصالات حضراتكم ومعانا اتصال من اختنا فاطمة من سوريا السلام عليكم اخت فاطمة السلام عليكم السلام ورحمة الله ما شاء الله الحمد لله متعودينك تطلعي في اول حلقة شو النهاردة ما حصلت خط وليه الحمد لله اهلا مطل الله عز وجدات الله وجزاك يا فاطمة الحمد لله اتفضلي فاطمة انا رؤيتين دكتور اتفضلي رؤية شوية قويلة ورؤية قصيرة حاولي تختصر نعم إن شاء الله دكتور أول شي أنا شوفت في المنام أخي وطبي خاطب أنا من فترة ومع أمصر نصيد ولكن في المنام قلتني أنه الخاطب السلاني قدم لي لحطبتي وأبي رفض هذا الخاطب قال لي ليش خاطب هذا هذا ليش رفض هذا الخاطب لا لا ما فهم عليك لا ما فهم عليك أخوكي بيسألك ليه لما تم يعني أخي يقول لي ليش ليش أبي رفض هذا شخص ما يرفض أنا شكيت لأخي بالمنام أنه أبي رفض هذا الخاطب فقال ليش رفض مثل هيك شخص ما يرفض بيقول كده في المنام ليكي في المنام بيقول هيك أخي بالواقع ما بيعرف بالخاطب أخي بالواقع ما بيعرف بالخاطب بس أبي وهو لا يعرف الخاطب طيب لا لا يعرف بالموضوع لأن الموضوع بينه بين أبي بينك وبين الأب طيب ماشي. الحلم الثاني. الحلم الثاني هو شوية قديم. يعني تقريبا في كم سنة شفته كأنه في بيت أبيض. من كم سنة من كم سنة يعني من سنين يعني تقريبا من سنين. ماشي. خمسة سنين هيك شي. طيب. شفته كأنه في بيت أبيض. وكأنه في رجل كان بده عنده زوجي يزوجني. فأعطاني فسان أبيض. وكان وجه محجوب عني. وكان اسمه مهند من دول الخليج. يعني أنا بعرفه طبعا ما بعرفه هاتل إنسان أنه ما هو غريب بالمنمد. ولكن اسمه مهند. على أساس إنه من دولة الخليج. فلبيت مع بيت أبيض أنا وطلعت بسيارة أنه أبيض. وأنا بسيارة سيارة تمشي بمكان أخبر يعني مثل الحديقة هيك. بشارع. ولكن بالحديقة بين كل مساحة أنه في ورد أبيض فأنا بقول بالمناسب أن هذا هو الزوجي الخاطب السبعي هو اللي زارع له هذا الزوج الأبيض عشان زي مين اللي بيه طريق طبعا مكان ثول وأخضر وأشجار أخضر ما شاء الله جميل جميل طيب ماشا حاضري فاطمة جوبك بعد بكلة صلاة شكرا فاطمة من سوريا جزاك استكل أختنا ميعقوب من أبو ظبي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وغلا أخت ميعقوب مرحب بيك أهلين مرحبا بيك أهلين الحمد لله تمام حفظك الله فضلي يا ميعقوب يا شيخ بس حذيت أقولك أنا حلمت عندي حلمين أو صراح حلمت فيهم طيب سريعني ميعقوب فضلي بخصوة الحلم الأول حلمت أنا مرمز زوجة وعندي بنت وعملت 20 سنة حلمت الحلم الأول أن واحدة من الزملاء أعطتني شيء سمونا واحدة أم صدقتي دجت الباب علي وعطتني الحمني ألقتك بيها إيه؟ أم صاحبتي كانوا جيرانا وانتقلوا ما فيه كان مشاكل أو كلام وكده؟ لا بالعكس لا نحن نحن نغيب وعلاقتنا طيبة وراح في حال سبيلهم شو سويتم؟ دقت الباب علي وعطتني الحمني وأنا أخذت منها وأنا مستانسة شكراً قلت لها طيب والحلم الثاني أتدري أيام كانت مشاكل بين سعودية وتركيا وكده حلمت أني أنا نايمة والشيخ محمد بن سلمان فوغرافي واضح واضح أوكي فوغرافي وأقول لها يا الشيخ أنت هنا كان يقولوا النبي أيوة خط ألو ميعقوب فاصل خط الزار فاصل خط مع ميعقوب حول التواصل مرة أخرى ميعقوب لأنني ما سمعت باقي المنام معنا مين أختنا إيمان من دبي السلام عليكم إيمان إزايك يا دكتور السلام عليكم أهلا بيك استكل وعليكم السلام إزاي حضرتك خير خير يا إيمان حفظك الله الله يخليك أنا بشكرك الأول وبقول لك ربنا يريح قلبك وبالك لأنك فصلت لي حلمي تفسير مريح لو تفتكروا بتاع الرصاص اللي جات في رأسي وجوزي اللي كنتم أدور عليه أيوة أيوة كارت الاتم أيوة فأنا بشكرك لأنه كان تفسير الحقيقة ريحني جداً يعني الحمد لله يا إيمان كريمك تستهل خير أقول لحضرتك حلمي بس فضل يعمل أنا حلمت أنه في مكان يخص أختي الصغيرة أصغر مني وكان فيه عندها في البيت بتاعها تعبان طويل أوي خرجته وقالت له أنا أخرجه لك بره المفروض أنه كان عندي طيارة في الحلم ده ساعة 12 أيوة قلت له أنا أسحبه وطلعه بره وفعلاً سحبته وكانش بيقاوم خالص طلعته بره بيتها وأنا ماشية حذرتها وقلت له بس خدي بالك هو لسه صاحي أنا طلعته لك دلوقتي بس هو لسه صاحي وأنا طبعاً قلت له أنا ماشية بقى علشان ألحق طيرت وأنا ماشية أبني شخص بس ما شفتهش معرفش شكله إداني قطع مربعة من الأماش قال لي دي جزء من كسوة الكعبة الله أنا قاعدت أبص على القطعة هي بيضة وفيها مربعات قسوة قبيض فتغربت إنها مش كلها سودة زي كسوة الكعبة بس اتبسطت بيها قوي وخدتها ما شاء الله تبارك الله وشكرت ومشيت قلت أنا لازم بقى أنا كده استعبقى استسعى لازم ألحق السحمة قبل ما روحي على الطيارة بتاعتني ده الكلام ده حلمت بقى قبل الحج لا بعد الحج لسه الأسبوع ده بتخطط العمر أو حاجة يا إيمان لا والله يعني أنا عندي نفسي أروحي أنا حجيت الحمد لله هتجيلك هتجيلك ده هي للمعاعدين والله الواحد بيبقى لا حول ولا أنا الحج بتاعي السنة دي الحمد لله 40 في 24 ساعة 48 ساعة يعني كده بلا أي حول مني ولا قوة هب هب يلا طلع الحج سبحان الله والله سبحان الله أنا دايما بقول ناديني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديكي رب رسول الله الذي قال الله في قرآنه سبحانه وتعالى الذي قال وقوله الحق إنا سمعنا مناديا نادي الإيمان فإن شاء الله يناديكي ربك للحج والعمر إن شاء الله يا رب أمين أنا أكمل لحضرتك فضال رحت عشانا استحمى فأنا ما كنتش عايزة ضيع وقت عشان معادي الطيارة فوقفت على الحوض وبدأت أخذ راسي بالشامبو كتير قوي قوي بدرجة أن جسمي كله خذ رحت الشامبو وكان حلو جدا يعني وقت حميت كله وبدأت ألبس بسيط في الساعة لقيتها عشر لربع قلت لا إن شاء الله ربنا حيصل لأموري والحق ألحق معادي الطيارة حتى لو الساعة بقت عشر بسكت خلصة حاضر يا إيمان هجاوبك على الحلم بتاعي شكرا يا رب شكرا شكرا من دبي طيب نحاول نخلص الأحلام دي وقفت صلاة يعني بيقولوا لي أربع دقايق معنا فنحاول إن شاء الله وناخد سؤالين من فيسبوك واليوتيوب كمان قبل ما جاوب على الأحلام خلينا نجا نجاوب سؤال من فيسبوك عشان ما يزعلوش مننا لأن دول غالين علي ونشوف كل مرة الأسئلة دي نرجو نرجو بث حلقة أخر ما إحنا نقلنا الصورة بتاعتكم الإدارة ننتظر الرد إن شاء الله شاركت البس حلمت أن زوجي سافر إلى فرنسا ومكث عندي خالته وبعدها سمعت أن ابن خالي اسمه خالد سافر لهناك ومكث عندي خالد زوجي خالد زوجي وبعدها وليه لكلها راح أتزور بعض يعني طيب بعدين زهب ومكث عندي أمرأة جنبية أنا عاملة وعندي بنتين مالوش أي معنى ناس راح أتزور بعض وده قاعد عند ده وده قاعد عند ده مالوش معنى ناخد واحد من اليوتيوب كمان سريعا بتقول زوجي حلم إنه راكب عربية بس عايز ينام جامد وزي ما يكون هو عايز حد يسوق طبعا مصرية صاحبة الحلم ده بين اللغة جامدة يعني عايز يسوق مكانه بس مش قادر يقول آه عايز حد يسوق مكانه هو ينام أصلا بس الحمد لله ما أعملش حادث الرؤية دي رسالة لك أنت اصحي مع زوجك يعني مش معنى صحي وانت راكب العربية لأ الراجل محتاج حد يوقف معه يتكلمه كلمتين يدعمه نفسيا ياخد بييده يعني الراجل نامه ويعمل حادث انت قاعد بس تفسر الموقف الرؤية دي رسالة ليكي شاركي شريك حياتك الله يخليكي ها بدل ما يدور على سواء تاني وصل التناقصه دي مش هايدين دور على سواء ولا سواء عايزينك انتي اللي تبقي في حياته بيقول لها آه هو خاطب أصلا فبيقول وبعدين ساب الخطبته بيقول انا ازاي يعني ازاي تسيب خطيبك الاولاني لا ده المنام هنا مش مقصود بيه اخوك مقصود بيه والدك ربما يصير كلام يا فاطمة ان الوالد يقول ليه احنا ماكملناش معاه وهيتعاتب ربما في هذا هذه الخطوبة وربنا يصلح حال ويرزقك بزوج الصالح يعني اما التاني قالت انه رجل يريد زواج في المنام فستان ابيض وبعدين لبسة الفستان سيارة بيضة حضائق ورد ابيض حياة زوجية هنيئة مع رجل صاحب دي ده التفسير ام يعقوب بن ابوظبي قالت متزوجة ام صديقتي كانها بتعطيني لحم ني وانا مبسوطة خلي بالك الرسالة لكي في المنام ما تقديش في اعداد هي فيها ضحك وسوالف وبتاعه ونكت بس بيجيبوا سيرة الناس انت بتستقنسي لحديث البعض بس خلي بالك احيانا بيجيبوا سيرة الناس في الضحكة والفكاهة والنقطة اللي بتتقال فانتبهي المنام رسالة ليكي لا تستقنسي بمثل هذه المجالس نستقنس بالمجالس الحلوة الجميلة بس ما يكونش فيها سيرة حد رقم اتنين اختنا ايمان بتقول انا ما سمعش طبعا ام يعقوب الحلم التاني ما اكملش ايمان بتقول من دبي ان هي حلمت بمكان يخص اختها اللي تلقى التعبان هخرجولك خرجته وحذرته انت ايمان هتساعد اختك في التخلص من المشكلة معينة مادية نفسية اثرية مش عارف بس انت هتساعديها وهتديها نصايح دايما تخليها تبقى منتبعة اما انك انت حد يعطيك كسوة الكعبة ترزقي بحجة او عمرها واضح جدا منام والله اعلى واعلى والاغتسال في المنام يدل على الخروج من الهموم والخروج من اي ابتلاءات بتمر بيها وفي النهاية لحقة الطيارة وبتقولي رائحة الشمب وكان طلع من الشعر ده دليل على انك انت رائحة اخلاقك الزكية ستفوح لمن حولك من الاسرة والبيت واللي بيتعامله معاك لان الرائحة الطيبة في المنام هي الاخلاق الزكية قال تعالى ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم حبة الكرام بهذه الرؤية نأتي الى نهاية حلقتنا لهذا الاسبوع على امل لقائبكم في الاسبوع القادم ووالله اني احبكم في الله ولا انسى وصيتي لكل من يسمعني ولكل من تسمعني دوما وخليني المرضي مع الانثى دوما ابشري بالخير شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة